هي مش المرة الأولى لكن الحقيقة أتمنى أنها تكون الأخيرة الكلام على التجاوزات في حق النادي الأهلي سواء كنت بتكلم عن النادي الأهلي ككيان أو كنت بتكلم عن النادي الأهلي كأجهزة فنية ولعبين أو كمسؤولين الحقيقة تكررت التجاوزات بشكل الحقيقة فاق كل الاحتمال وأعتقد أنها قلت لحضراتكم قبل كده أنه ما كانتش الشكوى الأولى اللي يتقدم بها النادي الأهلي بالإضافة للشكوى التلاتة اللي قدمت النهاردة خليني أقول لحضراتكم أنه لو كان فيه وأنا بتكلم هنا على وسائل إعلام في الأول آخر بصرف النظر عن تمئات لأنديب عين أنا بتكلم هنا على وسائل إعلام مؤسرة ومسموعة وخدوا بالحضراتكم أنه القاعدة والشريحة المرتبطة بالرياضة في أغلبها شباب وفي أغلبها صغار سن بمعنى أنه مساحة النطج عندهم مساحة الاستيعاب والنقد والتحليل ماهاش كبيرة جدا جمهور سهل بشكل كبير جدا التأثير فيه واستثارته ومن هنا هو الكلام على منتهى الخطورة منتهى 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 الخطورة أضيف على ده الحقيقة نقطة تانية أنه للأسف الشديد جدا ما يطلق عليها منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي هي بالتأكيد مواقع مخترقة وسهل جدا 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 أنك أنت تحاول بشكل ملأ أشكال أي أن كان السبب يعني مش بس رياضة ممكن رياضة ممكن سياسة ممكن اقتصاد ممكن حدثة بتحصل بشكل عامل جدا أنك أنت تستثير الناس أنك أنت تثير غضب الناس أنك أنت تحاول تخلق حالة شحن بأي شكل ملأ أشكال وفي ناس قاعدة شغلها الشغل لأنها تعمل ده محاولة لخلق أي مشكلة تأثر فيه مش هبالغ لما أقول الدولة بشكل عام نهاردة الحقيقة النادي الأهلي تقدم صباح اليوم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكاوى ضد قناة الحدث وتحديدا أحمد جمال المقدم برنامج في الجول واللي طبعا يبث عبر القناة مصحوبة الشكوى دي كانت بعدد من الفيديوهات اللي تتضمن تجاوز هذا البرنامج تحديدا في حق النادي الأهلي ومسئوليه وجماهيره ومحاولته تشويه بطولات وإنجازات النادي الأهلي وأنه الأمر ده تكرر كثيرا حقيقة عن طريق نفس مقدم البرنامج والضيوف اللي بيختار منها شخصيات بعينها عشان تسيء للنادي الأهلي وقياداته ومنتسبيه وفيه يمكن انحياس كامل وخرق لميثاق الشرف الإعلامي واثرت الفتن ودعوة للكراهية والانقسام بين أبناء الوطن في نفس الوقت ما كانش فيه أي ردة فعل القائمين على القناة واللي بيتجاهل خطورة ما يقدمه هذا البرنامج من دعوة للفرقة والتعصب والاحتقان في الشارع الكروي خاصة أنه مساحة الهوى اللي بيتم بث هذا البرنامج من خلالها على نفس شاشة الحدث هي مساحة مستأجرة من القناة لنفس الغرض اللي بيتنافى طبعا تماما مع المصلحة العامة ومع مبدأ توحيد الصف بين الجماهير في الوقت الذي لا يسمح أساسا فيه القانون ببيع مساحات هواء على الشاشة خوفا طبعا من إساءة استخدامها وهو ما قد يحدث من جانب قناة الحدث والقائمين عليها هذا وكلفت إدارة النادي الشؤون القانونية بدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعاوة قضائية ضد كل من تجاوز في حق النادي الأهلي وقيادته وجماهير وكذلك أيضا مخاطبة الجهات المسؤولة عن منح الترخيص لهذه القنوات للتحقيق في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حالة السلم بين الجماهير وفي ذات السياق تقدم النادي أيضا بشكاة ومماثلة مرفق بها أيضا عدد من الفيديوهات للمجلس الأعلى لإعلام ضد قناة تن وبرنامج البري متحديدا اللي يبث عبر القناة وبيقدمه كل من إسلام صادق ومحمد فاروق ومعهم تضيف طبعا دائم الظهور على شاشة القناة في نفس البرنامج رضا عبد العال والحقيقة اللي دائبه على مهاجمة الأهلي وإداراته ومدربه الجنوب الأفريقي بيتسو المسيماني طبعا ده برنامج استهدف مسيماني بشكل كبير ومتكرر حتى في أعقاب كل إنجاز حقا هو نادي الأهلي مع مستر مسيماني وكان فيه حقيقة تجاوزات وخروج عن نص وإساءات وتهكم حال التهكم مستمر على مستر مسيماني ويحاول حقيقة كل من سبق ذكرهم في حلقاتهم وباستمرار الانتقاد الحد والإساءة لمسؤولي النادي الأهلي والتعقيب على تصريحتهم بانحياز لأطراف أخرى ويتجيل هذا البرنامج كل ما يصدر عنهم بشكل سلبي بل لم يتطرقوا أساسا لما يرتكبوا من أخطاء تدعو طبعا للتعصب وتخض على الكراهية ويتناسى مقدموا البرنامج وضيوفهم بالسمرار أن تصريحات التي تصدر عن مسؤولي النادي الأهلي عادة ما تكون ردة فعل لتوضيح وجهة نظر النادي والدفاع عن حقوقه بالطرق المشروعة دون المساس بالمنافسين وإزاء الصمت غير المبرر من القائمين على القناة لما يقدموا هذا البرنامج من محتوى غالبيته يتضمن محاولة الإساءة للأهلي وإيقاف مسيرة فرقه الرياضية واستفزاز أيضا جماهير وتقدم النادي بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام وكلف بالفعل الشؤون القانونية برفع دعاوة قضائية ضد كل المتجاوزين في حق النادي الأهلي ومخاطبة الجهات المعنية القائمة على منح الترقيص لمثل هذه القنوات للتحقيق فيما ترتكبه ولا سيما برنامج البريمو ومحاولة خلق الانقسام والكراهية بين الجماهير أيضا الحقيقة عاود بقى هنا عاود النادي الأهلي اليوم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة نادي الزمالج وتحديدا برنامج زمالكاوي الذي يقدمه خالد الغندور بمحتوى معظم حلقاته يتضمن طبعا فيها الإساءة للنادي الأهلي ولقياداته ومحاولاته المستمرة لتشويه إنجازات فرق النادي الأهلي الرياضية بالإضافة لاستخدامه طبعا أسليب تهكم وسخرية بحق مجلس إدارة النادي الأهلي ولم يتوقف عن نهجه الذي يترتب عليه الانقسام وإثارة الفتنة وقدم النادي العديد من الفيديوهات التي تتضمن ما يرتكبه الغندور وبرنامجه من أخطاء في حق النادي الأهلي وتجاوز مرفوض لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها النادي الأهلي بشكوى ضد مقدم برنامج زمالكاوي خالد الغندور فقد سبق أن تم تقدم بشكوى عدة مرات لاتكابه نفس الإساءات وأيضا الدخول في حالة استفزاز لجماهير النادي الأهلي والتطاول على قيادات النادي الأهلي واستخدام أسليب غير لائقة وتم إيقافه بالفعل وبرنامجه من قبل المجلس الأعلى الإعلام لكن من المؤسف أنه لم يستوعب مسألة الإيقاف ولا خطورة ما يأتي على لسانه في الحلقات التي يقدمها وتدرس الشؤون القانونية بالنادي اتخاذ الإجراءات القضائية في هذا الشكل في هذا الشكل خلينا أقول لحضراتكم أنه إحنا في النهاية الأهلي كان كبير جدا سواء من ناحية التاريخ سواء من ناحية البطولات سواء من ناحية الإنجازات أو سواء حتى من ناحية الجماهيرين وفي النهاية نادي الأهلي بيبحث عن حقوقه وبيدافع عن حقوقه بالطرق وبالأسليب القانونية خلينا نروح للدوري الدوري العام اللي من المنتظر طبعا بعد خروج المنتخب المصري والعودة بها من توكيو أنه ينتهي في خلال شهر أغسطس تحديدا يعني الموعد المستهدف أنه يقلص 26 أو 27 أغسطس خلينا أقول لحضراتكم بمطرات الأهلي